كنا بنعمل حاجة جميلة عشان تقولك اللي كنت عرف ركب الجلوس الجنبية 330 ولا 300 مثلا ايه 31 دا ايه دا احد ادور احوال ده فين فراش اروح مدينه 5 ساق و 10 ساق يقولينا على عنوان اللي اده اجيبهن ده رح ايله بقى البيت نعرف ان هو شاطر لو مش شاطر ما اروحلوش نعرف ان هو شاطر كافتين ابوها ترد من البيت وده اخر سنة ليا والنبي ونعود والنبي وحاطر ععبش شوك ادول خلاص ايه كافتين وبتاعه كلام هو اول ما يبتدي الامتحان ايه كافتين مش فاكرني طيب اروح لميلي ورقة بتاعه من اولى لغات سنة ستة وانا بغيش ها 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 ازاي انا بدأت من المدرسة من عمري 9 سنوات من 9 سنوات حبت نوضع التمثيل كنت في المدرسة كأني مدرس كنت محبوب لدى المدرسين كلهم كنت انا اللي األف واخرج وامل كل شيء في الحفل كانوا مدرسين يعطوني درجات العليا في النشاط وفي الاجتهاد لدرجة ان احيانا ادخل الفصل واسحب طالب استاذن الطالب فلان فلان على طول يطلع معي فبعد كده توجهت بعد المرحلة المدرسة الى جمعية الثقافة والفنون صرت عضو طبعا قدمت الاختبار لماذا اسمه معها 35 شخص كنت سنك بقى اكبر شوي طبعا ثم بدت المسرح سكة سفر بعدين سافرت صورت مسلسلات 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 حتى ما دخلنا في عالم طاش مطاش وهو هو اللي عرف الجمهور بفهد الحيان كثير تعلمنا كثير احنا سونا ثلاثي انا وعبدالله وناصر في كثير من الاجزاء صار تاريخ يمذكر فيها قصص والناس كلهم بيجتمعوا بعد الفطار سنويا من 15 سنة يشوفوا وبعدين كمان كان فيه جرأة في المواضيع طبعا كان فيه جرأة جريئة جدا على مستوى السياسي على مستوى النقد بالزبط في قضايا طرحت ما كان دول عربية تقدر تطرحها زي ما طرحتها في عالم طاش مطاش